السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفتنا النهاردة وصفة لذيذة جدا هنعمل مع بعض مكرمشات البطاطس البصمات المقرمش بطريقة سهلة جدا بمكون واحد بس ويطلع معايك طعم وطحفة وهيعجبك إن شاء الله ويعجب أولادك يلا بينا أقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض ونشوف الطريقة أول حاجة معاي نص كيلو بطاطس جبتها الشرطة وغسلتها وبعد كده أطحها قطع صغيرة بالشكل ده عشان خاطر ما تاخدش معاي وقت في السلقة طبعا كده تمام بعد كده بها جيب كسرونة أو حل على حسن موجودة عندك وروح جاي حط فيها البطاطس وهجيب كوباية مياه وروح جاي حطاها عليها وبعد كده حطاها على النار واسيبها لغاية لما تسلق معايه تماما وبعد كده نرجع مع بعض ونشوف البطاطس بدعتنا كده البطاطس السلقت معنا خلاص وصفتها تماما من المياه اللي كانت عليها ما يكونش فاولة نقطة مياه لازم تصفى كويس جدا وبعد كده هجيب بالها الراسة أو الشوقة وابدأ بقى أهرسها بالشكل ده أهرسها كويس جدا كده لغاية لما تبقى نعمة معاية تماما تمام وبعد كده بقى نبدأ نضيف عليها بقى معلقة صغيرة ملح وهي نص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة كمون وربع معلقة صغيرة بابركة وخمس معالي كبار نشا تمام خمس معالي كبار نشا عن نص كيلو بطاطس وبعد كده هروح الجايب أقلبهم كويس جدا مع بعض تمام أقلبهم كده بالشكل ده بعد بقى ما خلطت كل المكونات على بعض كويس جدا نبدأ بقى نشوف مع بعض الخطوة التانية هنعمل ايه هجيب بعد كده بقى اللي هو السمسي من ناي أو السمسي من لا بيض وروح جاي حطها شوية كده على الرخامة وابدأ أخذ قطعة كده على قد المعلقة المعيارية عشان خطر أن عايز المقاس بتاعي يبقى واحد وروح جاي ألفها كده بالشكل ده زي شكل بقصومات بالزبط وحط تاني شوي السمسم وروح جاي يلف عليها كده العجينة بتاعتنا عشان خطر السمسي بيدخل من جوة كده ويلف معاها وكمان بيسهل علي ايه ولا بلفها كده خلصت الكمية بتاعتي على طول ماشي؟ هروح بقى على طول على الايه؟ عن البتجاز يعني مش هدخلها التلاجة ولا ولا سبها شوية ولا أي حاجة على طول كده نروح على البتجاز حطيت زيت وعلى نارة عالية واول لما يسخن معانا هبدأ انزل على طول بالايه بالمكرمشات بتاعتنا بالشكل ده تمام؟ طبعا في الحالة دي بقت الوقتي ولا تقلبيها ولا هاجي جانبها خالص لغاية ما هلاقيها بدأت تطلع كده على وش الزيت وبدأت تغض لون وكمان شكلها باني اللي هي بدأت تنشف في الحالة دي بقى بدأت قلبيها براحتك بقى ايه شوفي انت عايز قلبيها ازاي على حسب بقى انت عايز قلبيها بصي اهي بدأت تحمري معانا اهي وبدأت تنشف كده خلاص اقلبها بقى على الجنب التاني ولو طلعت منك بطاطس كده في الجنب كده مفيش مشكلة ما تقلقيش يعني كده انا طلعتها بصي بقى الدور ده انا طلعته فاتح شوية الفاتح ده بيبقى معاك طرسنة لو انت عايزها بقى رمشها سيبها تاخد لون شوية يعني كل ما تديها لون كل ما هي بتبقى رمشها معاك اكتر اهو بصي كده اهو سيبها على النار اهو مش هيجنبها خالص بدأت تاخد معايا لون اهو في الحالة دي بقى ابدأ قلبها دي بقى اديتها اللون شوية عشان عايزها مقرمشة معايا اكتر حاجة مطلعوها وحطت جنبها كمين شوية كاتشاب طحفة هسمعك تلوقتي صوتها والارمشة بتاعتها بصي جاملة ازاي شايفو انا بقسمها طحفة والله العزيم يا جامعة ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم سهلة وبسيطة والطعمها لازيز جدا جدا وطبعا زي ما قلت لك الملح على حسن ما انت عايزة زبط الملح حسن ما انت عايزة بص بقى رمشة دي بتنسوش بقى تكتبلي في الكومنتات انتو بتشاهدوني من قلي بلد بص الارمشة بتاعتها لازيزة جدا جدا ان شاء الله اتجربوها وتعجبكم سهلة وبسيطة ومقدرة كلها موجودة في البيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته